مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو استكمالاً لنفس الموضوع اللي بنتكلم فيه بقالنا أكتر من إسبوع وهو صلب المسيح بين ادعاء الكرآن وشهادة التاريخ صلب المسيح بين ادعاء الكرآن وشهادة التاريخ لكن قبل ما أدخل في الموضوع دواناً أنا يعني اتشغلت جداً بقالي فترة مشغول بأنه يعني إحنا بنقدم ردود في البرنامج وبنحاول نقدم الإيمان المسيحي ونشرحه لحضراتكم ونشرحه أيضاً للإخوة المسلمين لكن يعني مشغول أن أنا أقدم عن يسوع شيء فقلت أفضل حاجة أن أنا أقدمها يعني تكون حاجة جميلة في البرنامج هو نحن كل إسبوع ناخد كم عدد كم آية من كلمات الرب يسوع ويكونوا موجودين قدام حضراتكم علشان اللي مش بيقرأ الكتاب أو اللي ما يعرفش عن يسوع المسيح كتير أو اللي ما يعرفش يسوع قال إيه يبقى كل إسبوع بياخد جزء من كلمات الرب يسوع ويشوف عظمة هذا المعلم العظيم الذي قال ما لم يقوله أحد على مدار كل التاريخ البشري فهنبدأ بأقوال يسوع وحلقتنا باستمرار والنهاردة هنبدأ مع أول ما بنفتح إنجيل متى من الأقوال اللي معروفة جدا للرب يسوع بنطلق عليها الموعزة على الجبل فماذا قال يسوع في مقدمة هذه الموعزة على الجبل رب يسوع قال توبة يعني يا لسعادة يا لسعادة يعني مبارك السعادة والبركة الاثنين مجتمعين في كلمة واحدة وهي كلمة توبة توبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبة للحزانة لأنهم يتعزون توبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون توبة للرحماء لأنهم يرحمون توبة للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبة لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون توبة للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبة لكم إذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم متى خمسة من الآية ثلاثة إلى الآية إتناشر يبارك الرب لنا هذه الكلمات نرجع إلى موضوع الحلقة بتاعتنا موضوع الحلقة زي ما قلت صلب المسيح بين ادعاء القرآن وشهادة التاريخ القرآن ادعى أن المسيح لم يصلب وادعى أن هناك بديل أخذ مكان المسيح أو الشبيه الذي أخذ مكان المسيح كل المفسرين المسلمين يتفق على أن المسيح لم يصلب لكن هناك في تحديد الشبيه اختلافات كثيرة جدا جدا فمن هو هذا الشبيه؟ البعض قال واحد من تلميزه كان أصغرهم وتبرع وتطوع عندما قال المسيح من منكم يأخذ مكاني ويكون له مكان في السماء في الجنة فقام أصغرهم وقال أنا والمسيح أجلسه والثاني فقام وأل أنا والثالث فقام وأنا فوقع عليه شبه المسيح البعض الآخر قال لا ده الذي وقع عليه الشبه هو شخص يهوزة لأن يهوزة هو الخائن فالذي وقع عليه الشبه هو شخص يهوزة الإسخريوتي البعض الآخر لا لا أل ولا يهوزة ولا واحد من التلميز ده واحد من رؤساء اليهود الذين كانوا معارضين للمسيح واقع عليه الشبه البعض الآخر قال لك لا ده سمعان القيرواني الذي حمل الصليب هو الذي واقع عليه الشبه البعض الآخر قال لك ده واحد يهودي اسمه تانيوس أسماء كثيرة وشخصيات كثيرة ولا يتفق المسلمون فيما بينهم على من الذي وقع عليه الشبه وزي ما قال لنا أحد الإخوة المسلمين هو ليه القرآن لم يذكر اسم الشبيه لأن المسيحيين أسدت التحريف هو قال كده يعني فلو القرآن قال لك إنه مثلا فلان هو الذي وضع وضع عليه شبه المسيح ومات هيجوا المسيحيين يحرفوا في كتابهم ويشيلوا اسمه فلان ده يقول لك فلان ده مش موجود يعني هي كلها حجج وتلكيك لكن خليني أرجع إلى قبل ما أتكلم عن تكملة للشهادة التاريخ عن صلب المسيح الأسبوع اللي فات بدأنا نتكلم عن يوسيفوس اليهودي وشهادة يوسيفوس عن رب يسوع ومن ضمن الحاجات اللي حابة شاركها مع حضرتكم إنه واحد من المتابعين للبرنامج كتب لينا على الفيسبوك وكتب بصيغة سؤال أو بصيغة يعني استغراب قال يعني هو يوسيفوس كان حاضر صلب المسيح علشان نأخذ بشهادته يعني هو مش عاجبه شهادة يوسيفوس وبيطعن في شهادة يوسيفوس كويس وبيقول هو يوسيفوس ده كان حاضر صلب المسيح علشان ناخذ بشهادته أنا بصراحة رديت في جزئين عملت مقرن ما بين القرآن وما بين يوسيفوس أو رسول الإسلام وما بين يوسيفوس وفي مفارقتين مهمين جدا المفارقة الأولى أن يوسيفوس كان قريبا جدا من النحية الزمنية من أحداث الصلب والقيامة فيوسيفوس ولد سنة 37 ميلادية يعني تقريبا بعد كم سنة من صلب وقيامة المسيح وعاش في اليهودية لحد سنة 70 يعني عاش حوالي 23 سنة في اليهودية كويس عاش في اليهودية سوري 33 سنة عاش في اليهودية فترة فعارف كل الأحداث سمع عن كل التفاصيل أهله حكوا معاه المجتمع كان بيتكلم المؤمنين المساحيين بدأت الكنيسة أولا في قرشاليم وكان معروف عن خبر يسوع واضطهاد اليهود أيضا للكنيسة الأولى فمن النحية الزمنية يوسيفوس أقرب من رسول الإسلام واحد من زي ما نقول 38 سنة ميلادية الميد سنة ميلادية عاشها رسول الإسلام أتى بعد صلب المسيح بحوالي 600 سنة فأيهما له الثقل من النحية الأكاديمية التاريخية أنه يشهد عن المسيح يوسيفوس أم رسول الإسلام النحية الثانية يوسيفوس عاش في اليهودية اتولد وتربى ونشأ وتعلم في المجامع اليهودية وصار واحد من المقاومين للرومان وصار قائد مقاومة كبيرة جدا لوجود الرومان في اليهودية فيوسيفوس عاش في اليهودية يعلم اليهودية جيدا يعلم التقاليد يعلم العادات يعلم التعليم يعلم الأحداث فمن حيث الزمن كان قريب ومن حيث المكان الجغرافي هو عاش في نفس المكان الذي عاش فيه يسوع وصلب فيه المسيح أما رسول الإسلام فهو لا يعرف شيء عن اليهودية ودول حاجتين كبار جدا عندما تأتي إلى مصداقية الشاهد الناحية الزمنية والناحية أيضا الجغرافية ودول مش موجودين في شهادة القرآن عن يسوع المسيح واحد تاني من الحاجات يعني اللي بعتبرها فوكاهة شوية قال لا الكتاب مؤدس بيشهد عن عدم صلب المسيح طيب إيه الدليل؟ قال لك هناك دليل قاطعة بيشهد الإنجيل نفسه عن أن يسوع لم يصلب طيب إيه هو؟ قال لك في إنجيل متى أصحاح 26 وفي الآية 24 أرى لكم الآية دي لحضراتكم بتقول إيه؟ بتقول يسوع رب يسوع هنا اللي بيكلم بيقول إيه؟ إن ابن الإنسان ماضن وقال لك هو قال ماضن ما قالش يصلب قال ماضن ما قالش يقتل كويس؟ إن ابن المسيح بيتكلم عن نفسه على إنه ماضن ليه بقى لم يذكر إنه إنه ابن الإنسان سيصلب وهو غالباً شخص ده ما عرفش الأنجيل خالص ما عرفش إنه كلام المسيح مراته مراته عن نفسه الكثير جداً أنه ينبغي أن يسلم وينبغي أن يصلب وينبغي أن يموت وفي اليوم الثالث يقوم لكن هو غالباً ما أراهش الأجزاء دي خالص ما عرفش عنها حاجة فقال لك إن ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنهم ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خير لذلك الرجل لو لم يولد وقال أهو المسيح بيقول هنا مش بيتكلم عن هلاك دينونة أبادية لا 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 ده بيتكلم عن عذاب هيكتاز في يهوزة وهذا العذاب ليوجد عذاب أقوى من عذاب الجلد والصلب والموت على يد رومان فالمسيح تنبأ عن موت يهوزة على الصليب وهذا ما شهد عنه القرآن طبعا في حاجات أوات كتيرة الواحد ممكن يسمعها يأما يرد يأما بس يبتسم ويعد الموضوع لكن هناك محاولات مستميتة من الإخوة المسلمين لإثبات أن الرواية القرآنية هي الرواية صحيح وكل هذه المحاولات ما هي إلا قشة يتعلق بها الغريب طيب شوف من ضمن الفيديوهات اللي عرضنا الأسبوع اللي فات كان فيه فيديو ما الحقيق ناش نعرضه كان بيحاول أنه ياخد آية من الكتال المؤدس ويرجع بيها إلى العهد الأديم ويحاول يطلع منها تفسير أنا بصراحة عمري ما سمعته قبل كده بس هو بيكلم عن الصليب وعن الصياق الصليب وعن ماذا قال يسوع يعني عن صلبه وأنه المقصود هو يهوزة الذي صلب وليس المسيح فخلونا ناخد الفيديو وهو فيديو كده صغير وبعدين نرجع نعلق على هذا الفيديو قال لهم إيه حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلة خد بالك قال إيه تشكون وفي مين وفي شخص المسيح في عينه في هشك في إن هو إيه قال لك لأنه مكتوب ولما يقول لك لأنه مكتوب أعرف أنه موجود في العهد القديم طيب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية طيب فين في العهد القديم أن أنت تضرب الراعي فتتبدد الخراف في سفر زكري تعالوا نقرأ الإصحاح اللي في الفيديو غالبا في مشكلة طيب أو نقرأ الاقتباس اللي اقتبس يسوع وزكري إصحاح 13 هنبدأ من أول العدد 7 استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي رجل رفقتك اللي هو من يا يسوع اللي هو يهوذ يقول رب الجنود أضرب الراعي فتتبدد نكمل طيب نكمل فيديو كامل تشتت الغنم وأرد يدي على الصغار ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان اللي هم فتظاهرت الكافرتان والثلث يبقى فيها وأدخل الثلث في النار اللي هم المسلمين بمحصهم وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب هو يدعوه باسمي وأنا أجيبه بصراحة يعني أنا أنا رسالة الدكتورة بتاعتي في سفر زكريا أنا عمري ما أريد التفسير ده ولا حتى يخطر على بال حد هو هو بيعمل كده ليه يعني يعني الأخوة المسلمين بيعمل له إزاي كده هو ما أريدش تفسير على النص ده نهائي خالص هو معرفش مين المتكلم معرفش بتكلم بيقول إيه مفيش يا عمي ده أنت طالع على تلفزيون تعمل حلقة ابز المجهود شوية لكن كالعادة المتكلم هنا هو شخص الرب نفسه يهو كويس استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود يبقى مين القائل هنا رب الجنود المتكلم مين رب الجنود ولما يقول على راعية لما تقرأ أوصاف المسيح في سفر زكريا يعتبر زكريا بعد سفر إشعياء من حيث الكسافة في الكلام عن المسيح وعن حياته وألامه وملكه وحتى دخوله إلى أرشليم راكبا على جحش ابن أتان موجودة في زكريا تسعة تسعة فالمتكلم هو الرب يهوى الذي يتحدث عن الراعي المسيح الممسوح الإبن المتجسد الذي قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف على رجل رفقتي هو نفسه الراعي لما يقول على رعية وعلى رجل رفقتي نفس الشخص من الشخصين مختلفين هو المسيح وهو أيضا من نفس طبيعة وجوهر الآب أدرب الراعي هل الله سيأدرب المسيح يقولنا أشعياء في أشعياء 53 وفي عدد 10 أن الرب يكلم يقول سر بأن يسحقه بالحزن بالحزن مصرة الآب أن يخلص كثيرين وعشان يخلص كثيرين كان لابد أن يموت المسيح عن الكثيرين هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم بعدين تيجي الجزء بقى تاني يقول لك ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منهما يقطعان ويموتان طبعا السلثان دول بقى هما الكفر المسيحيين هما اللي بيأمنوا بلهوة المسيح كويس والثلث يبقى فيها اللي هو المسلمين ما شاء الله جمعها منين دي وأدخل الثلث في النار وهيدخل المسلمين في النار النص أساسا مالوش علاقة بالمسلمين ده النص ده النبوة عن اليهود نبوة عن آخر الزمان نبوة عن ما سيكتاز فيه الشعب اليهودي إنما لازم يحط هو اللي عملها بتاعته علشان يطلع النص بالطعم اللي عايزه طيب ناخد مدخلة ونكمل مع الأخ رياض من فرنسا هلو هلو السلام المسيح دكتور غبريال السلام المسيح دكتور غبريال كيفك أنا الحمد لله ربنا بارك خدمتك أنت دايما مكفي من وفي ويعني مدي الموضوع حقه بالتفتيح أشكرك عزيز بس أنا ليه أسلوب تاني في الكلام لأنك أنت في المادة نفسها ما حد شدر يعلي عليك يعني بس وانا بقى بالعرب كده أقول هجيب من آخر ومش من آخر وبس ومن آخر الآخر وأرجو وأتمنى إن كل واحد مسلم يسمعنا الآن يفتح وداني كويس جدا على كل حرف هقول في خمس نقاط وبسرعة عشر وقت برنامك طبعا نمرة واحد أن كل مسلم لا بد أن يعرف أن لا علاقة لنا على الإطلاق بعيسى القرآن والسيد المسيح لو كل المجد نهائيا نمرة اتنين المسيح دايما كان بيكلم بأمثال فأنا هدي مثل بسيط جدا إيه رأي أخويا ولا واحد يعني كل هذا يعني أن المدرس ميح المدرس فاشل إدارة المدرسة فاشلة والمنظومة كلها فاشلة نمرة ثلاثة النهاردة إيه الإيمان المسيحي بتاعنا النهاردة إيمان المسيحي بتاعنا مبني على الفداء والخلاص طيب النهاردة فيه مليار اتنين مليار مسيحي في العالم أكتر أقال كلهم بيؤمنوا بهذا الإيمان الإيمان ده وقت الرسول والموضوع من أوله أساسا هو نفس العنخط واحد الإيمان واحد من مطلع من نزول السيد المسيح على الأرض حتى وتنا هذا فإذا كان هناك رسالة أخرى جي بيها عيسى القرآن وخبر حضرتك فهذه الرسالة لم يدعه فيها أحد ولا واحد ولا شخص واحد تبع الرسالة الأخرى الوهمية اللي جي بيها عيسى القرآن فيكون هذا عيسى القرآن هو نبي فاشل مرسل من إله فاشل والفاشل بتاعه فاشل قص تربية بمعنى فشل في فشل يعني فشل في فشل النهاردة تخيل أنت إله يبعث نبي أو رسول على أمة أساسا مؤمنة وموحدة بالله لهم اليهود نتيجة الرسالة دي يحصل أن قوم الجديدة يؤمن هذا فشل في فشل هذا هو ما تؤمن به يا أخويا المسلم أنت بتتكى لقرآن فاشل ونبي فاشل بيحكي لك حاجات فاشلة تماما أنت ليس لك خيار إلا حاجة واحد من الاتنين يا تؤمن بالشريعة والرسالة اللي جاء السيد المسيح اللي هو الخلاص والفداء والصليب وخبار حضرتك يا متن تؤمن أوتوماتيكيا أن إلهك فاشل بيرسل أنبياء فاشل وربنا بيرسل ماتك يا دكتور غبريال أشكرك دكتور رياض شكرا غبريال دكتور غبريال شكرك طيب مدخلة أخرى من الأخ أسمر من سوريا سلام المسيح ألو ألو سلام المسيح سلام المسيح أخونا كيفك نشكر الرب الرب يبارك حياتك تكون في منق النعمة والبركة الإلهية أخونا أمين تفضل حبيب طبعا موضوع موضوع شيق وموضوع يعني أخونا المسلمين ليس لديهم آية في القرآن ينفي صلب المسيح وبالتالي بلجأوا إلى الأكاذيب والتدليس لحتى يشوهوا على الناس طبعا الصلب المسيح هو رسالة المسيح وموجود في عهد القديم وعهد الجديد والمسيح قال ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس القطاط ويصلب وفي يوم الثالث يقوم هذا ما قاله الرب يسوع المسيح في لوقة 24 صح بالتالي ما فينا ما فينا نحن كناس نجي كثير من الآيات يتكلم عن صلب المسيح وبفهمنا الخاطئ لآية معينة أن ينفي صلب المسيح هذا لا يصح فالمفروض هو أنه يشهد بالقرآن لحتى ينفي صلب المسيح لكن باعتباري مسلم سابق القرآن يشهد أنه المسيح صلب ومات وقام من الأموات كيف لأنه هناك آية وحيدة في القرآن في سورة النساء 157 يقول وقولهم إن قتلنا عيسى ابن مريم قولهم من اليهود يتكلم عن اليهود وقولهم إن قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صربوه ولكن شبها لهم القرآن هنا لا ينفي صلب المسيح لكن ينفي أنه القتل حصل على المسيح وهنا هنا المشكلة ليه ليقول ولكن شبها لهم أي شبها لليهود ولم يشبه بالمسيح فبالتالي لو كان شبها بالمسيح لقال ولكن شبها به عندما يقول ولكن شبها لهم أي شبها لليهود إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا أطباع الظن وما قتلوه يقينا الكلام هنا وما قتلوه يقينا هنا المشكلة أي حصل القتل ولكن عندما المسيح قام هناك في شك من أمرهم اليهود هل قتلوا المسيح أم لم يقتلوه لأن المسيح صلب ودفن وقام في يوم الثالث لذلك آخر الآية يقول وما قتلوه يقينا أي هناك قتل أي هناك صلب لكن لم يحدث القتل أي بمعنى قتل الكامل الذي يذهب إلى الهاوية لكن المسيح هنا قام من الأموات لذلك يقول وما قتلوه يقينا أي القتل حدث ولكن ليس بيقين لكن المشكلة حتى أؤكد كلامي لأنه كثير من الآيات في القرآن يؤكد أن الأنبياء قتلوا في سورة البقرة 87 يقول وجاء رسلا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فبالتالي وهناك آية يقول لا فرق بين رسله إذا كان لا فرق بين رسله فبالتالي لماذا سمح إله الإسلام بقتل الأنبياء لماذا سمح إله الإسلام بقتل الأنبياء لماذا فقط يرفع عيسى فبالتالي عندما نقرأ الأحاديث نرى أنه محمد هو مات مسموما فلماذا لم يخلص محمد حبيب الله الذي يقولون عنه ورحمة إلى العالمين فهنا مشكلة كبيرة لذلك أقرأ في سورة مريم 15 يقول عن يحيى أي مات يوم يبع سحية أي هو يوم القيامة وهناك بعد البعث لا يوجد الموت بعد يوم البعث لا يوجد الموت في نفس الترتيب يؤكد في سورة مريم وفي نفس السورة الآية 33 عن يسوع المسيح أو عن عيسى القرآن يقول وسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبع سحية نفس الترتيب كما قالوا عن يحيى فبالتالي يوم ولد عيسى ويوم مات عندما صربوه في سورة نساء 157 ويوم أبع سحية عندما يأتي ديانا للعالمين وبعد يوم بعد عندما يبع سحية لا يوجد موت إذن يا عزائي المسيح القرآني ولد ومات وقام من الأموال أشكرك أشكرك أخي أصمر على الشرح يعني وفيت وكفيت زي ما بيقولوا لكن خلينا أسألك سؤال أنت عابر صح؟ صح يعني إلا النقطة اللي خليتك يعني تترك الإسلام وتقبل المسيح شوف أخوي العزيز كثير من النقاط لكن باعتبار هو صلب المسيح رح أتكلم عنك عن نقطة المحورية في صلب المسيح لأنه أنا فعلا اترجت على فيلم الرب يسوع المسيح عند إحدى المتقاء المسيحيين فتأثرت فيني كتير هذا الفيلم اتأثرت فيه كتير وحبيت فعلا أني أبحث عن هل صلب المسيح في القرآن أم لا كما أنا عندي بحث كامل في هذه الصلب والآيات والأحاديث يتبين أن المسيح قتل ومات وثم صعد إلى السماء ليه لأنه إذا لم يحصل هذا إله الإسلام يكون ظالما ستة قرون على المسيحيين وهو يضحك عليهم فبالتالي ما زنب البشر ستمائة سنة أين سوف يذهبون فهذه نقطة جوهرية لا تستطيع أن تقول أنه إله الإسلام الماكر الخير الماكرين الذي وضع فكرة الشبيه هو فكرة شيطانية ومن القرآن ليه ليه فكرة شيطانية أقول عزيز لأنه في سورة النساء مية وثمونتعش والآية مية وثمونتعش يقول لعنه الله أي شيطان وقال أي قال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأأمرنهم فليبتكن آزان الأنعام شوف شو بيقول الشيطان ولأأمرنهم فليغيرون خلق الله ومن يتخذ شيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا المبينة إذن ولأأمرنهم فليغيرن خلق الله فكرة شيطانية وضعه بين شيوخ المسلمين لكي يقول شبها بالمسيح ليضعوا هذه الفكرة لكن كلمة الشبيه لا يوجد في القرآن لا يوجد أنه شبها بالمسيح بل شبها لليهود ولم يشبه بالمسيح وهنا المشكلة شكرا كتير أخونا أسمر ربي باركك ويستخدمك وفعلا يعني يعني زي ما أقول إنه في الجعبة عندك كتير ويريد تكون على اتصال بنا باستمرار إحنا نحب نرحب بيك في برنامج عبر الكتاب شكرا ربي باركك ونصال لأجلك ربي باركك ويستخدمك طيب هل هل التاريخ يعني التاريخ مش أقولي التاريخ المسيح لأننا قلنا خلاص أنت مش بتؤمن من كتاب معدس خلينا خلينا ندور بر كتاب معدس هل التاريخ شهد عن صلب المسيح وكلمنا المرة فاتت عن يوسيفوس المؤرخ اليهودي طبعا مش أكلم عن التلمود لكن هاخد بعض المؤرخين أيضا الرومان الذين كانوا يبغدون المسيحية ولما سجلوا سجلوا بعض الأمور اللي من خلالها بندرك أن حقيقة صلب المسيح كانت حقيقة تاريخية والإيمان بالمسيح المسلوب هو أساس راسخ في المسيحية منذ نشأتها وزي كلنا معارفين أنه إيه هو هدف إبليس هدف إبليس أن يضل فهو الكذاب وأبو كل كذاب وإبليس حاول مرات كثيرة في حياة المسيح أن يعطل المسيح عن الوصول للصليب مرة بالتجربة على الجبل ومرة بقتل الأطفال لما حاول أن يقتل هيروديس الأطفال ومرات ومرات كثيرة لكن المسيح أتى لكي يصلب ده الهدف والغاية التي من أجلها أتى يسوع المسيح لم يأتي يسوع المسيح ليعيش في أرضنا فقط لكنه أتى وهدف مجيء الأول والأساسي هو أن يموت نيابة عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وعش كده الحقيقة دي حقيقة واضحة وضوح الشمس نشوف واحد من المؤرخين ده واحد بيطلق عليه مؤرخ روما العظيم طبعا يعني زي ما كلنا لو النهاردة يمكن احنا ما عندناش مؤرخين معروفين كبار في العالم العربي لكن مثلا أنا كمصري لو حبيت أعرف عن فترة حكم السادات برجع لي كتابات هيكل يعني محمد حسنين هيكل برجع لي لأنه يمكن أكتر واحد أرخ هذه الفترة ففي مؤرخين رومان مشهورين وده واحد يعتبر من مؤرخ روما العظيم وهو تستس شهد أن المسيح قد صلب هو لم يكن مؤمنا بالمسيح هو أتى من سنة ستة وخمسين ميلادية يعني نقول كان بعد صلب المسيح وقيامة المسيح بحوالي 20 سنة ولحد سنة 116 ميلادية تستس ولد سنة ستة وخمسين ميلادية أصبح عضو في البرلمان لو كان رجلا سياسيا عندما كان فاس بيان إمبراطور لروما لقبة بمؤرخ روما العظيم من أشهر أعماله كتابين عشان كتابين دول هما اللي أعطوله هذا اللقب مؤرخ روما العظيم الكتاب الكتاب الأولاني اسمه الحواليات أو ده أناليس وقد كتب سنة 116 ميلادية وفيها تناول تاريخ روما من موت الإمبراطور أجاستوس من سنة 14 ميلادية وحتى موت نيرون نيرون اللي احنا كلنا نعرف عنه اللي حرق روما سنة 68 ميلادية الكتاب الثاني كان كتاب التاريخ وفيه تناول أيضا تستستريخ روما من موت نيرون سنة 68 وحتى موت دومتيان سنة 96 وأكثر إمبراطوريين أو أكثر قيصرين اتحدوا المسيحية كان نيرون ودومتيان سنة 96 أخذ مدخلة قبل ما نسمع اللي قالوا تستسعى يسوع الأخ محمد أو الدكتور محمد ألو ألو طيب لما يعود الاتصال ممكن أوكي قال إيه بقى زي ما قلنا أنه يعتبر في نظر المؤرخين هو أعظم الشخصيات مصداقية أعظم الشخصيات لما نحب ندرس تاريخ روما ولما حد يحب يدرس تاريخ روما يرجع إلى توثيق توثيق تستس للتاريخ وتعتبر كتبه مصدر معتمد موثوق فيه لمعرفة أحداث تلك الفترة الزمنية من سنة 14 ميلادية إلى سنة 96 ميلادية يعني خلال القرن الأول الميلادي طيب الأخ محمد أو دكتور محمد موجود معنا أهلا وسلام عليكم أهلا وسهلا بحضرتك إزايك يا حضرت القصة 10 أهلا بيك أهلا بيك لأي مدخلة بسيطة بعد إذنك ممكن طيب أولا أنت حضرتك بتتكلم عن الصلب المسيح بين القرآن وبين الإنجيل كنت عايز أسأل حضرتك يا ست القصة شي أنت حضرتك بالمسيح بفترة من الزم دي نقطة أولا هذا الاستشهاد بيكون باطل لأن حضرتك لا أحد منهم رأى القيامة أو صلب المسيح أو أي شي ممكن أقف هنا ممكن أقف هنا أكمل بس مدخلاتي أنا عارب أنا عارب أنا عارب أنا عارب أنا هقف هنا لأنه في نقطة مهمة مش عايز أنساها معلش أنا هاخد ودي معاك وهدي لك وقتك هدي لك وقتك طيب اتفضل إنت أنت بتعتبر ده حاجة مبدأ أساسي أنه أنه دول ما كانوش معاصرين المسيح فبالتالي شهادتهم ما تنفعش صح؟ جميل يا فندم طيب هل يمكن أن تطبق نفس المبدأ على محمد على رسول الإسلام؟ طيب أرد على حضرتك يا فندم أيها طيب جميل جدا يا فندم أنت أولا أنت جاي ببعض المؤرخين اللي هم يعتبروا مؤرخين وسنيين وسنيين أصلا لم يؤمنوا بالسيد المسيح قط ولكن أنت دولة تتكلم على النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو وحد يوح به ده أولا فيه فرق بين نبي وفيه فرق بين مؤرخ يا فندم اللي أنت بتتكلم عنه لو أنت عايز توصل سواني يا دكتور لا سمح سواني يا دكتور طب أكمل كلامي طيب أنت مستألتني هلين أكمل جميل يا فندم أنت حضرتك وأغلب الإخوة المسيحين بيقولوا أن القرآن هو كلام الشيطان صح يا فندم هل تنكر ذلك أنا أؤمن أنه كل ما أتى بعد المسيح زي ما قال المسيح أنا لا أؤمن بي أه تفضل يعني كلام الشيطان يا فندم صح الكلام صح كده كمل 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 الإخوة المسيحين جميل جدا يا فندم الكلام ده يا فندم لو أنت تقولوا أن القرآن هو كلام الشيطان حضرتك أنت بتدرب الكتاب المقدس في المققد لي يا فندم أن في سفر الرؤية الإصحاح 20 بيقول أن الشيطان يقيد 2000 عام 1000 عام قبل المسيح و1000 عام بعد المسيح والنبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بعد المسيح 610 عام يبقى إذن يا فندم انت ضربت الكتاب المقدس عندك في مقتد يبقى إذن كلام الكتاب المقدس ليست كلام الله خليك بقى معي يا فندم في نقطة طيب انت مش هايزنا رد عليك طيب انت مش هايزنا رد عليك يا فندم انت عندك البرغامج كاملة خدي اسمعني زي ما انت سمعت المداخلة اللي قبل مني ماشي بس أنا عايز اتناقش معك سيدا أنا عايز اتناقش معك يا فندم والله أنا عايز اتناقش معك لو تديني فرستي بس دلوقتي يا فندم انت بتسألني مين هو الشبيه في الإسلام صح يا فندم جميل جدا وانا يا فندم لي سؤال عند حضرتك وسؤال منطقة جدا ممكن يا فندم تجيب لي حد اسم واحد فقط شاهد قيامة المسيح أثناء ما هو قايم من القبر وهو قايم من الموت بيقوم من الموت كده عندك شاهد يا فندم بص حضرتك من أكتر من أكتر الحقائق التاريخية الموثقة كتابيا والتي لا يمكن أبدا حتى العلماء الملحدين بيعترفوا بيها هي قيامة المسيح معنى ده مش موضوع دلوقتي يا فندم بيقول غير كده بولت من بيقول غير كده بيقول لك ان يسوع أصلا ليس شخصية حققية عادي عادي انت منت عندك هتلاقي ناس غير مؤمنين سوائن لا لا أنا سوائني أنا مش بستشهد بملحدين أنا بستشهد بمؤرخين كويس والمؤرخ المؤرخ ما عندهوش دافع إنه يغير في التاريخ يعني بتقول لي إيه الفرق بين الكرآن وبين المؤرخين الوثنيين أقول لك بالعكس أنا يمكن المؤرخ الوثني اللي بيكرهني كويس لما يكتب حاجة عني تعتبر لها مصداقية عن إنه واحد بيغير في تاريخي وبيقول إنه بيحبني كويس فلو جيت أنا هتطبق المبدأ الأولاني اللي قلته حضرتك هتطبقه على كتن معدس سيبك من فكرة إنه موحى ومش موحى ووحي ومش وحي أنا هتكلم عنه على إنه وثيقة تاريخية أنا هاخد الكرآن على إنه وثيقة تاريخية سوائني بس سوائني أنا دلوقتي أنا دلوقتي لأنا مسيحي ولأنا مسلم كويس وأنا بدرس التاريخ وأنا بدرس التاريخ على فكرة يا فندي من أنكرني أمام الناس أنكروا أمام الأب أنا مش بكلم أنا بقول مثل أنا دلوقتي أنا راجل أنا بفرد شيء سوين أنا دلوقتي باحث في التاريخ بدور على التاريخ هحط نفسي مكان أي واحد بيدور ويبحث عن التاريخ وعايز يكتب عن حقيقة حدثت في القرن الأول الميلادي كويس لقي الأنجيل ولقي أيضا مذكور في كتابات أخرى مؤرخين رومان ويهود وإلى آخره وليقي وثيقة وثيقة مكتوبة بعد الحدث بستمائة سنة هو لا يعرف دي إيه ولا دي إيه كويس أيهما له ثقل تاريخي ثقل أكاديمي أول حاجة أنه يكون قريب من الحدث كويس يعني أنت حضرتك النهاردة اللي عايش في القرن الواحد وعشرين كويس ما ينفعش تكتب عن الحملة الفرنسية لأنك لو هتكتب عن الحملة الفرنسية من دماغك يبقى غير موثق لكن لازم ترجع للي كتبوا أوقت الحملة الفرنسية وقريب من الحدث هم دول اللي هم مصداقية تاريخية دي النوطة فأنا دلوقتي سويني فأنا دلوقتي أنا دلوقتي عندي الأنجيل كتبت في القرن الأول الميلادي وعندي شهادات وعندي شهادات أخرى كتبت في القرن الأول الميلادي أخدها ولا أخد شهادة حد جالي بعد 600 سنة طيب ممكن بقى يا فندم تديني دي أرد على حضرتك اتفضل جميل جدا يا فندم أنت دلوقتي من فمك ودينك أيها العبد بس مش أقولي شي الرجل تمام يا فندم أولا يا فندم الكتاب المقدس تم اختيار الأنجيل الأربعة في مجمع نقرة 325 ميلادي لا حضرتك حضرتك تحتاج لا سوان يا فندم حضرتك محتاج لا أنت ما تقولش معلومة غلط وتقول لي سواني أنا الآن اللي أقول معلومة غلط يا فندم حضرتك محتاج ترجع إلى التاريخ قبل المجمع النقية وتقرأ إزاي أن الأنجيل الأربعة كانت في بداية القرن 105 سواني سنة 125 كانت محطوطة في اللستة وبابياس وغيره وغيره من الشهود لا يا فندم حضرتك أنت اللي تترجع يا فندم يا فندم بعد إذنك بس يا حضرت القصة سواني لا أكمل يا فندم لا أكمل أنت مدتني شورسيتي يا فندم أكمل أكمل بعد إذنك بس حضرتك يا فندم أنت اللي ترجع معلوماتك يا فندم لأن مجمع نقرة 325 ميلاديا كان موضوع بين أريوس وبين أساناسوس وفكرة تأليه الإبن وتم اختيار الأنجيل الأربعة في مجمع لا يا فندم، سواني بس حضرتك قد دارس كويس جدا يا فندم، خليك معي بس وأتم اختراع الأنجيل، كان مجمع كان في أكتر من أكتنين كثوة قاهن يا فندم، إستنى بس وتم اختيار الأنجيل بالتصويت وتم اختياره عن طريق 318 شخص حضرتك يا فندم كان في إنشكوكات داخل أصلا بين الطائف المسيحية وك KNW الكلام ده ان قوسطنطين قام بتجميع وعمل مجمع نقية حتى تشقق الامبراطورية الرومانية تمام يا فندم ثوان 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 عشان موضوع الحلق ايه هو موضوع الأساسي بتاع مجمع نقية ايه يا فندم ايه هوالموضوع الأساسي بتاع مجمع نقية موضوع الأساسي يا فندم اللي كان بين أريوس يا فندم ومن أساناسيوس وهو موضوع تخليل ابن وفكرة التذن عند أريوس سوائني مش بين أريوس وما بين أسى ناسيوس مش بين الشخصين لكن بين الشخصين يا فندم وتم نفي أريوس أنا دلوقتي أنا هسألك سؤال مباشر كويس هل حضرتك ممكن تقول لي إيه الأسس اللي بتبني عليها إنك تنكر صلب المسيح وتكون أشياء تاريخية حقيقية جميل جدا يا فندم إنت جيت للصح ممكن أن أسأل حضرتك سؤال يا فندم سؤال أجاوبك على السؤال ما هو ده على فكرة إجابتك على السؤال هي جاوبنا الأول على السؤال جاوبنا الأول على السؤال واحد السيد المسيح قعد ثلاث سنين يبشر للتلاميذ بيقولهم إن أنا أموت وأقوم في اليوم التالي صح يا فندم؟ صح صح؟ جميل جدا تعال يا فندم بقى في يوحنى 29 لما بيقولهم تخيل بقى بص الكتاب بيقوله يا فندم بيقولهم لأنه ينبغي لأنهم لا يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات تخيل يا فندم يبقى تلميس كمقعدين مع السيد المسيح ثلاث سنين والمسيح بيبشرهم كل يوم يقولهم يا فندم أنا هموت والصدب عشانكم والتلميس ما يعرفوش النقطة التانية يا فندم حضرتك التناقضات الوصف لا سواني سواني النقطة دي محتاجة أولان توضيح ليه ما ينفعش تاخد آية واضطر بيها فندم كويس احنا ده مش مبدأنا في التفسير كويس هل هنا المسيح ينكر موته هم التلميس أصلا كانوا مؤمنين بالقيمة يا فندم بص أولا أولا أي شخص يهودي أي شخص يهودي كان كل نظرته معظم نظرته النظرة كبيرة كويس للمسيح أنه يأتي يطرد دمان مين يا فندم هو المسيح المسيح بالنسبة لهم؟ سواني سواني ده بالنسبة للتلاميذ أيوة المسيح هو المسيح بالنسبة لهم لا يا فندم سواني بس خلينا كمل فكرة خلينا كمل فكرة خلينا كمل فكرة المسيح المسيح أتكلم كم مرة عن موته وعن قيامته؟ كم مرة يا فندم؟ مرات كثيرة أجيب لك منها؟ تقدر تقول لي تقدر تفسر؟ ممكن تقول لي معنى إيه كلام المسيح اللي هيظهر على الشاشة ده؟ من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أرشاليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وفي اليوم الثالث يحصل يقوم هذه مرة وفي مرة تانية سوين مرة تانية في متى سبعتاشر وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع أن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه ما ألش يشبه به فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم شهادة أخرى في متى 22 وعدد سبعتاشر وفيما كان يسوع صاعدا إلى أرشاليم أخذ الاثنى عشر تلميزا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أرشاليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم يعني اليهود هيحكموا عليه ويسلموا إلى الرومان ويسلمون الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم أكمل مرؤس تمانية وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتلب وبعد ثلاثة أيام يقوم لو عايز أكمل معاك أكمل لكن هل يعقل أن يسوع إنجيل مرء وإنجيل مرء صح يا فندم أحسن يا فندم وإنجيل مرء 22 ومتة 17 ومتة 16 أكمل معاك بعد كده أكمل معاك بعد كده طب أرد على حضرتك ها قل لي قل لي إزاي تفسر كلمات المسيح دي إزاي تفسر أرد على حضرتك يا فندم أرد على حضرتك قد أولا يا فندم المسيح لما جيه سأله واحد بيقول له ماذا أفعل لك قارس الحياة الأبدية قالوا أفز الوصائل ما أجلوش يفهر من مجدد لا 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 ما جيب ليش ماتجب ليش سواني سواني لا 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 مش أسمعها لا 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 ما جيب ليش شمال ويمين مش هينفع شمال ويمين أنا عايز تفسير للي قاله المسيح د dura هل المسيح صادق في ما قال أم المسيح كاذب في ما قال لا 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 ما تجيب ليش حاجة تاني هل المسيح لما أعلن عن نفسه مرة واتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وأكتر عن أنه ينبغي أن يموت بالعكس ده كان عارف ما عاد موته وعارف ما عاد تسليمه وعارف في إمتى هيقوم وقال ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها أيضا هذه الوصية قد قبلتها من أبي قل لي تفسيرك لكلمات المسيحية إما تخذها وتقول أنه صادق الأنجيل أيضا صادقة إما تقول لا الكلام ده كلام كذب أنا ما أصدقهوش يبقى الموضوع خلص فأنا عايز أنا عايز تفسيرك من غير ما تدخلني شمال ومين لا 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 مش هدخل معاك شمال ومين أنا عايزك تقول لي إجابة واضحة هل تؤمن بمصداقية ما قاله يسوع عن نفسه أفل أفل هيقول لي أهو ما هو المسيح قال يعني للشاب الغني احفظ الوصاية وبالتالي يعني الخلاص يكون بدون صلب المسيح المسيح بيكلم اليهودي المسيح بيكلم لشخص الزبائح عنده مركزية ومركز العبادة عنده هو الزبائح اليهودي اللي عنده يوم الكفارة اليهودي اللي عنده زبائح بيقدمها زبيحة الخطية وزبيحة الإسم وزبيحة السلام إلى آخر كل هذه الزبائح التي هي رمز ليسوع المسيح فما ينفعش تجيب لي قصة وتقول لي أهو أصله المسيح هنا قال إنه الإنسان يخلص بدون بدون موت لأنك حضرتك مش فاهم الفكر اليهودي خالص ولا فكرة الزبائح لما نيجي الأقوال المسيح يعني نجد على طول ما فيش رد طيب نكمل أنا عايز بس أخد تستس وقال إيه عن المسيح لأنه شهادته عن يسوع المسيح كشخص وثني مؤرخ تاريخي يقبل في كل وليه مصداقية تاريخية كبيرة جدا كويس نشوف قال إيه عن يسوع ولكي يتخلص نيرون نيرون حرق روما نيرون ده كان مجنون حرق مدينة روما ولكي ولما السنت وبخه ولكي يتخلص نيرون من التهمة اللي هي تهمة حرق روما ألسق هذه الجريمة بطبقة مكروهة خلوا بالكم المسيحيين في روما لم يكونوا طبقة محبوبة ولم يكونوا أيضا في اليهودية طبقة محبوبة كانوا مكروهين كانوا مضطهدين كانوا مذلين كانوا يلقون للأسود وكانوا يلقون أيضا في للقتل وللسيف فألسق هذه التهمة بطبقة مكروهة باسم المسيحيين ونكل بها أشد تنكيل فالمسيح الذي اشتقى المسيحيون منه اسمهم كان قد حكم عليه بالموت اكسيكيوتيد حكم عليه بالموت وما هو حكم الموت عند الرومان لغير الروماني هو صلب يعني مات قد حكم عليه بالموت في عهد بيقولك بقى حقائق تاريخية اللي الإسلام ما يقولهاش ما يكتبش عنها اللي هو يخاف يدخل فيها لأنه ما يعرفهاش لأنه زي ما قلت المرة اللي فاتت الكذاب دايماً يهرب من التفاصيل 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 والأشخاص التاريخيين كان قد حكم عليه بالموت اكسيكيوتيد في عهد تيباريوس على يد أحد ولاتنا المدعو بلاطوس البنطي it's in the Roman record من اللي كان حاكم اليهودية في الوقت دوان ومين اللي أصدر حكم الموت على يسوع وقد راجت خرافة من أشد الخرافات اللي هي المسيحية وإن كانت قد شكمت لفترة كثيرة كثيرة ولكنها عادت فشاعت ليس فقط في اليهودية المصدر الأول لكل شر بل انتشرت أيضا في روما التي أصبحت بؤرة لكل الأشياء الخبيثة والمخزية التي ترد إليها من جميع أكتار العالم أخذ دوان ولأخذ شهادة بعد ستمائة سنة أخذ دوان ولأخذ واحد لم يشاهد شيئا ولم يذكر لي حتى اسم شخص تاريخي هنا ذكر تيباريوس وذكر بيلاتوس البونتي لماذا نتمسك بالصليب لأن الصليب هو قوة الله للخلاص لأنه في الصليب رأينا محبة الله ومذال الله يعلن محبته للإنسان الله بيّن محبة لنا ونحن بعد خطا مات المسيح من أجلنا إلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم محبة الله